السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو ثمدي خلنا ان شاء الله نقدم لكم واحد يعني واحد الحلقة اللي في حقها هي هدية معمري ما دلت مجبتها لكم يعني الفصة نحن موعد كي سووني اشنا هي الفصة يعني الفصة يابزة نحن نقوله الفصة ليابزة هادي كدت تعتبر بالا ديال الفصة يابزة انتوما شوفوا الحجم ديالة تبارك الله قداش يعني هادي كلها انتوما تقريبا فيها واحد نقوله متر ونسس متر ونسس على سبعين متر ونسس على سبعين وهي مربعة الشكل لاحظوا ان شحل الكيمية فيها هادي كلها كدير خمسة وسبعين دلهم خمسة وسبعين دلهم زعما صراحة ما غادش تندمو عليها انها احسن من اي يعني اكل جربتونها بالنسبة للانانيب يعني بالنسبة للصغار ولا الكبار ديما عندنا المشكيل ديال انه انو كي تصابوا من انتفاخات اذا اعطيتهم الفصة ما كي لن انتفاخات لأولو ان شاء الله بالنسبة للصغار الكبار كتقولوا غادي يسمانوا وما يبقاش النتوات غادي بقوا يسمانوا وما يبقاش يولدوا كذلك ما تخافوش منهم بالنسبة للذقور عود مخيرة بالنسبة للذقور القادية ديال يعني الفيطام بعد الفيطام تهيام زيانة ما كي تصابوا لكوكسيديا لا انتفاخات قاعل الاشياء اللي ممكن انكم تخافوا منها بالنسبة الانانيب كي نع في هذه النبتة هذي اللي كي سميوها الفصة الفصة الخضراء كيما كتشوفو انتوما انتوما هي راه نابات كيكون يعني أخضر هما شنو كي دولو كيشدوكي بريصيوه انتوما راه راه تشين بريصي تشوفو الكمية تبارك الله راه ممكن ان واحد القاطع يعيشو شهر ولا شهر ونص يعني تعطيهم يوميا ما ما يمكنش يكمل في شهر هادشي يعني راه ما كتعطيهمش بزاف راه كتعطيهم كيمية هكا هكا راه صافي هادشي كأنهم كلوا مزيان يعني يعني خلينا من من الاشياء اللي ممكن اتضر الانانيب هاد هاد الفصة مكتضرش الانانيب الفصة يعني حقيقة نبات يعني معجزة بالنسبة الانانيب بغيت نصيحة وهي كيناء الفصة اللي كتكون العيدان ديالها اغلاد هذي كيتوها الماشية وكين اللي العيدان ديالها رقاق بحال هكا وكتكون شي بخضراء ما كتكونش دايرة بحال اللون ديالتيبن لا كتكون شي بخضراء بهاد اللون هادا بالضبط كونوا متأكدين راني جربتها راها واحد النبتة اللي يعني كتغنيكم يعني على جميع المشاكل اللي كتكون اللي كتكون في يعني في بالنسبة الانانيب هادي نبتة يعني صحية للغاية لانا الاغصان دياله ما كيكونوش بحال تنقوله بحال تتبن لا كيكونوا باقي عاد فيهم يعني الخصوصيات ديالهم اللي كيكون في في الجدع دياله ديال النبتة وكذلك راك يكون حتى في الأوراق هاانتون ما شوفوا صورة هادوا هوا ه دولا الأوراق ديالها هادوا ه 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 كي ابقوا بحال شكل ديال الحنة ه عادوا تكون هه للمشاكل ديال الحنة ه 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 هál ان محبوا تشريو النبات ديالها راكين فالاسواق ولكن كي تذه غالي يعني ممكن انكم تشريو الربطة تشريوهاardedية المونس الربطة بدرها مونس منيك تشريوها من بريسيا هكا تكا تكون مكرمة رغم كيحسبوش بالوزن ولا كيحسبوها بالربطة هل كيوزنوها بالبالة احنا كنقولوها دي بالا شوفوا تبالك الله شحال دير الكمية فيها يعني فيها بزاف حقيقة شوفوا شحال فيها راها كبيرة بزاف يعني أنا درت لهذا الامبالاج هذا على حسب الرطوبة على حسب الشتاء لأنه عندي هنا الزنق الفوق كندير هاد الطريقة هادي يعني غادي كحماية وصافية وكتجيني سهلة الخدمة يكونوا رابطينها بواحد جوج أسلاك أنتما هذا السلك وكتحلوا السلك وكتقود جبدو منا يعني كيمية بزاف أنا اللي بغيت نهضر عليه في الحلقة وهي تكترو تعطيه بزاف ولا تعطيه شوية ولا تعطيه يعني بغيتوا تهلوا فيهم يعني كيعيشوا ما كيسماء يبغيتوا تعطيه بزاف كيسمانو مش السمونية ديلا مثلا الخبز الجاف أو السيكاليمي اللي عطيتوهم بزاف لا كيسمانو حد السمونية يعني سبحان الله بحدي هادا خيص نرام ديرينو خيص صيصا الأرانيب لأنه جربتها يعني حيت كان أعطيهم شوية كان عاون بشوية ديلا الخبز الجاف ولكن حيت السيكاليم الحمد لله هاد نبسه هادي خمسة وسبعين درهم أراها يعني غادي تضربني إن شاء الله بحال البالة اللولة أنا ضربتني يعني نقوله شهرين شهرين بخمسة وسبعين درهم بالنسبة للقاطع كامل هنتوا ممكن ما كنتشوفهم مع أي القاطع كامل هذا القاطع كامل يعني تبارك الله رأى فيه النتوات فيه الدكور فيه الرومي فيه البلدي فيه كروازي يعني هاد شهد القاطع كله يعني بخمسة وسبعين درهم من الشهر رأى في حقيقة يعني يعني مزيانة ومزيانة بالزافة للحد يعني سبحان الله هاد النبسة هدي هنايا الناس في هذا البلاد للمنطقة الشرقية كيخدموها بالزاف يعني كيخدموها لمهواشي وكيخدموها الألاني بكذا أنا يعني كنت نشوفها عند الناس ولكن مع مري ما قلت نجربها ولكن تحتاج ربسها كونوا متأكدين راها نبتها فعالة وجيدة للغاية لا بالنسبة للناس أولاد البلاد يعني المغاربة أو الجزيريين سوريا تونس مصر قاعد الناس اللي كيرسلوني وكيقولوا لي الفصة واش راها مزيانة را را يلاقت لكم را نبتها معجيزة سبحان الله يعني نبتها أنا جربتها صراحة الكيمية كبيرة بزاف أنتم ممكن ما تشوفوا راها كيمية كبيرة تبعط الله أنتم 75 درهم راها بزاف يعني في حقيقة راها بزاف تقول فوقاش غادي تكمل ما يمكنش أنها غادي تكمل إنك تعطيهم مثلا هاد الكيمية هادي ممكن أننا تعطيها الفرد صافي صافي راه دبا هذا هو العشا دياله أو الغداد دياله بغتي تطلع فيه ممكن أنك تدير هاد الكيمية من هات 3 أطل مرات هاد هذا هاد شي اللي بالغ أما يعني الفيطان ممكن تعطيهم غير هاد هاد الحشاشة اللي كتكون هكا غير هاد يعني شي حاجة مشي طبيعية ولا نقول سيكالي منك يخافوا من الناس اللي قولك هدي هاد الأنبوك الغيس سيكالي ها أنتم يعني المناسبة أنكم تجيبوا بالا دي تبن ممكن أنكم هاد هاد الدقاقة هادي تعطيوها الفيطان الصغار ها بغي هما يأكلوا كلش يأكلوا هاد العيدان هادو ماشي مشكي ولكن هادي كيأكلوا هاي تجيهم ساهلة هاوما ما تضرهمش الناس اللي كيشكو كيقولك رأينا الكوكسيديا يعني الإسهال الناس اللي كيقولك عنا كوليستريديا يعني الناس اللي كيتعصم لهم الكرش عاود انتفاخات كل شي كيشكم انتفاخات هاد هاد النبتها هادي ما كيلا انتفاخات ما كيلا أمران ها أنتم مرأة كيأكلوا منها يعني لأن الله لقح سبحان الله كيأكل بواحد شراها ذك الشي اللي كنحطو لهم ما كيبقاش يعني كيأكلوا ويعني قعل الحويج اللي كانوا عندي تأنا كانوا عندي انتفاخات كنت ديما كانت تستعمل بيكاربونات الصوديوم الخل بالنسبة للإسهالات سبحان الله هاد النبتها هادي ما فيها ما كينش المشاكل ما يمكنش انكم تلقو شي مشكل فالنبتها تستعملوا غير الأدوية ديال الموسمية مثلا التسمم الدموي هاديك حاجة خراب ولكن بالنسبة للحويج ديال الماعدة يعني الأضرار المعاوية هاد النبتها هادي ممكن انكم تعطيوها لهم غيب وحدها قاعد تحيدوا جميع ممكن تساعدوا بالخبز جاف تهو رخيص ولكن هاد رتا يرخيص بزاف ممكن انكم تستعملوها خطرة وحدة في الشهر الناس اللي عندهم قاطع كبير ما الناس اللي عندهم غي حبات مثلا ربعة النتوات ولا مبتدئ هاد البالة ديال رفصة عفوا راها ممكن انها تضرب له تل تل تشهور تخيل تل تل تشهور وخمس وسبعين درهم وعاد رها دبا غالية را را تكون مبين تكون يعني الحركة ضايرة وشتا صب را هاد البالة هاد تصوى خمسين درهم بالة كلها تصوى خمسين درهم ودبا منين طلعت يعني حت لدينا شوية ديال جافة في المنطقة الشرقية كن ناخذها خمسة وسبعين درهم وكين مناطق اخرى اللي صب في الشتاء وكين الراواج كين صب كين يقولوا ممكن انكم تاخدوها بستين درهم خمسة وخمسين درهم يعني صراحة هاد حلقة منفريدة حاولوا انكم هاد النبات هاد سعملو جربو غير جربو وغادي تشكرون ان شاء الله ما غادي يبقوا عندكم مشاكل للأمراض بتاتا اذا ندير حلقة ديالنا هاد نهار سهل الناس لمشاركوش معنا اشاركو معنا اتخيو على زر جيم بيش تسندونا نزيدوا المترجم اتخيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا